طيب الله أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدوها كالعادة بالعناول من المواقع المحلية مديريات محافظة لحج تحتفي بتوقيع اتفاق الرياض في الصحافة الفرنسية الحكومة والانفصاليون يوقعون اتفاقية لتقسيم السلطة في الجنوب وفي أخبارنا المنوعة الرئيس الذي قسم الاتحاد السوفيتي خائف من بوتين أهلاً بكم أخيراً تم تأمر سيم التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض والتي بحسب صحيفة المصدر أورلاين تنص على التزام الطرفين بتفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع الاتفاقية التي وقعها من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ومن جانب المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي تنص أيضاً على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبد التمييز المناطقي والمذهبي ونبد الفرقة والانقسام كما يلتزم الطرفان بإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار وتنص الاتفاقية أيضاً على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة التحالف تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وفقاً لموقع عدن الغد فقد عمت الفرحة الغامرة معظم مدريات محافظة لحج ما بعد الساعة السادسة من مساء أمس عقب توقيع الاتفاق في العاصمة السعودي الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وعنون الموقع أشعلت النيران في قمم الجبال وأطلقت الألعاب النارية مدريات محافظة لحج تحتفي تأييداً بتوقيع الانتقالي لاتفاق الرياض وقال الموقع أن الأهالي أطلقوا الألعاب النارية في الهواء ابتهاجاً بالتوقيع وفسر تقرير الموقع الفرحة بأنها بسبب البنود التي انطبقت ستصل بالقضية إلى مصاف متقدمة بين الأمم حيث احتفلت محافظات جنوبية عديدة بتلك المناسبة كانت محافظة لحج هي أبرز تلك المحافظات ويتابع الموقع شهدة العاصمة الحوطى احتفالات وارتفعت زغاريد النساء استبشاراً بهذا الاتفاق التاريخي الذي وضع القضية الجنوبية من خلال الانتقال في المحافظة الدولية وقال الأهالي إن الحل السياسي يضمن لهم مستقبلاً أفضل في ظل توافق وشراكة سياسية اتفاقية أم حقل ألغام للمستقبل يتساءل وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان في مقال كتبه ونشره عدن الغد وجاء فيه سأسميها اتفاقية وبالتشاور اتفاقية الرياض جردت الرئيس هادي حتى من حق تعيين مدير أمن فقد نصت على أن يتشاور الرئيس كي يصدر قرار تعيين مدير أمن نعم مدير أمن أما تعيين وزير داخلية فربما احتاج لمؤتمر إقليمي تعيين مدير أمن وبالتشاور كنتم على الأقل ستأخذون عشر بالمئة من صلاحيات الرئيس في دستور الجمهورية اليمنية وإذا لم يعجبكم الدستور عودوا لصلاحيات الرئيس في المرجعيات الثلاث سويتم في كل فقرات الاتفاقية بين الشرعية والمنقلبين عليها وكأنهما دولتان وجيشان وندان لم يتمذكر اسم الجمهورية اليمنية ولو مرة واحدة بطول فقرات الاتفاق وبدلا عن ذلك تم ذكر المجلس الانتقالي ومحافظات الشمال والجنوب عدة مرات وحتى كصفة لهذه باعتباره رئيسا للجمهورية اليمنية تم الاكتفاء بصفة الرئيس الشرعي فقط الرئيس الشرعي لمن؟ ليست المشكلة في تبادل الابتسامات مع محمد بن زايد وضحكات العيون الآثمة يا فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المبجل المشكلة في عيون أمهات ثلاثمائة شهيد كانت تراك اليوم وهي ممتلئة بالدموع والقهر ماذا قلت لبن زايد؟ هل نسيت جنودك المغدورين على مشارف عدن الذين أحرقتهم صواريخ بن زايد قبل أسابيع؟ وأخيرا تم التوقيع على الاتفاق كنا نأمل اتفاقا أفضل اتفاقا للاستقرار في عدن لاستعادة صنعاء لكن الشيطان يكمن في التفاصيل أما أنا فسأقوله صراحة الشيطان يكمن في النوايا نوايا التحالف تحديدا وفي عدن سيكمن الشيطان عند التنفيذ عند مجرد تعيين مدير أمن هذه اتفاقية أم حقل ألغام للمستقبل؟ في جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لوموند ما كتبته حول اتفاق الرياض وعنونة الصحيفة اليمن الحكومة والانفصاليون يوقعون اتفاقية لتقاسم السلطة في الجنوب وقالت الصحيفة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وقعت اتفاقا لتقاسم السلطة مع الانفصاليين في الرياض يوم الثلاثة في الخامس من نوفمبر لإنهاء النزاع في جنوب اليمن البلد الذي دمرته الحرب على جبهات متعددة وفقا للمصادر السياسية اليمنية والسعودية تنصل اتفاقية على ضم أعضاء انفصاليين من المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة وعودتها إلى عدن وسيطرت القوات الانفصالية على عدن في غصص والتي كانت عاصمة مؤقتة للحكومة بعد طردها من العاصمة صنعاء في عام 2014 على أيدي المتمردين الحوثيين في الشمال تقول الصحيفة الفرنسية الانفصاليون الجنوبيون متحالفون من حيث المبدأ مع القوات الموالي للحكومة في الحرب ضد المتمردين الحوثيين بدعم من تحالف عسكري تهيمن عليه السعودية لكن حصل قتال مميت بين المعسكرين في الجنوب ما فتح جبهة جديدة في السرعة تضيف الصحيفة الفرنسية في تقرير ترجم لصالح خناة بلقيس قامت المملكة العربية السعودية برعاية المحادثات في مدينة جدة السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وحضر الحفل محمد بن زايد ولي عهد أبو ضبي الرجل القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مليشي الحوثي الانقلابية فرض جباياتها المالية على تجار والمواطنين بمحافظة إب بتزامن مع رفض شعبي واسع لتلك الجبايات والإتوات التي انعكست سلبا على حياة المواطنين وفقا لموقع الصحوانات رفض شعبي في إب للجبايات التي تفرضها مليشي الحوثي قالت مصادر محلية لمليشي الحوثي فرضت مبالغ مالية على المحلات التجارية بمدرية جبلة دعما لأنشطتها وفعالياتها المزمع تنفيذها بالتزامن مع ذكر المولد النبوي واعتدت المليشيات الحوثية بمدرية جبلة على تجار وعمال بعد رفضهم دفع جبايات مالية للمليشية وعززت المليشية الحوثية عناصرها الذين اعتدوا على عمال متاجر وقامت بخطفهم مطالبة وسرهم بدفع جبايات مالية مقابل الإفراج عنهم على أبواب اتفاقية الرياضة تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقاله المنشور في موقع الصحوانيت مضيفا تم توقيع اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي الذي أنشأ أمليشيات ضد الدولة وأشعل حربا هدف الاتفاقية إنهاء الحرب والحفاظ على حالة لا منتصر ولا مهزوم والتوجه لتحرير البلاد من انقلاب الحوثي واستعادة الدولة بعد خمس سنوات تحرير وجدنا أنفسنا أمام انقلاب نبت داخل معسكر الشرعية لصالح الانقلاب الأصلي ومثل متنفسا لها من هداف الاتفاقية أيضا العودة تحت علم اليمن وشرعية الدولة برئاسة الرئيس هادي وإنهاء مشروع الانفصال الذي كان هدف الانقلاب اعترف الانتقالي بشرعية والرئيس ومن أهم أهداف الاتفاقية إنهاء الميليشيات العسكرية خارج إطار الدولة ودمجها كلها تحت قيادة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وتشكيل حكومة جديدة من كل المكونات يكون الاتقالي واحدا من المكونات الجنوبية وليس ممثلا حصريا إضافة إلى الاتزام بالمرجعيات مخرجات الحوار وأخواتها هذا بعض وأبرز معالم الاتفاقية التي يتمنى اليمنيون أن تحافظ على الدولة وتحقق الانتصار وإعادة كيان الدولة الاتحادية إلى التعافي التفاؤل سيد الموقف الشعب اليمني بحاجة إلى تفاؤل وهو بطبيعه متفائل في هذه الأجواء ولو أن التشاؤم يزاحم التفاؤل بما يخص التنفيذة والنوايا والمتشائمون يخافون أن تتحول كثير من تعبيرات الغموض فيما بين السطور إلى تكرار التجربة في محاولة لتنفيذ الأجندة ذاتها وإضعاف الدولة والاستعداد لجولة جديدة من الفشل الذي ربما يكون أسوأ على الجميع تقوية الدولة واحترام أسسها والمحاك يعلم الجميع أن معسكر الشرعية لم يكن بحاجة إلى هذه النتيجة التي أثرت على معركة الشرعية بصورة مباشرة وأنه وضع جاء نتيجة حسابات خاطئة أهمها العمل خارج إطار الدولة وإنشاء كيانات عسكرية وميليشيات موازية لم يكن من أجندتها التحرير وهذه غلطة الشاطر لو صح التعبير هنا نشرت صحيفة آية البريطانية تقريرا عن المسلمين الإيغور ومعاناتهم مع سلطات الصينية ويقول كريس بينز في تقريره أن سلطات الصينية ترغم نساء الإيغور على النوم مع المراقبين الذي ترسلهم الحكومة الصينية لمراقبة عائلات المحتجزين لديها ويذكر الكاتب عن مصادر في الحزب الشيوعي الصيني أن الموظفين الذين تبعثهم السلطات الصينية ينامون في نفس السرير مع أهل المحتجزين خلال زيارات المراقبة التي قد تستغرق أسبوعا كاملا ويضيف أن نساء المسلمين الإيغور اللواتي يقبع أزواجهن في مراكز الاحتجاز عادة ما يتعربنا لمثل هذه المعاملة ويقول كريس أن عمليات المراقبة هذه جزء من إجراءات القامعة البنهجية التي تستهدف المسلمين في إقليم تشينجيانغ غربي الصين التي يعتقد خبراء ومنظمات حقوق الإنسان أن الحكومة الصينية تعتقل فيها أكثر من مليون من الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سرية ويتعرض الذين لم يعتقلوا بحسب الكاتب للمضايقات وإجراءات التضييق والمراقبة الدائمة وتفرض السلطات الصينية منذ العام الماضي على المسلمين الإيغور استضافة موظفين حكوميين في بيوتهم والحديث معهم عن حياتهم الخاصة ورأيهم السياسية واعتناق الإدليوجية الحكومية وفقا للتقرير الذي ترجمته البي بي سي الصين نشرت أكثر من مليون جاسوس أغلبهم رجال من عرق الهان اللي قام كل شهرين في بيوت المسلمين الإيغور ونقلت إذاعة آسيا الحرة عن مسؤول في الحزب الشيوع الصيني قولها أن الموظفين الحكوميين يقيمون خلال الزيارات المراقبة مع عائلات الإيغور ويأكلون معهم عادة وينمون معهم أيضا في نفس السرير هل تتذكرون الرجل الذي سقط الاتحاد السيوفيتي أثناء رئاسته؟ لقد عاد للحديث ولمعرفة ما قاله هذا الأسبوع نطالع تقرير نشرته صحيفة ديلي تيليغراف تحت عنوان إمبراطورية الشر وقال التقرير الذي ترجمته البي بي سي أوروبا منقسمة ولا يمكنها بالتالي المقاومة أمام إمبراطورية الشر الجديدة التي يرى أنها روسيا يقول إن وحدة الدول الغربية في الماضي سمحت لها بأن تسقط الاتحاد السيوفيتي ولكنها ليست موحدة اليوم بشأن روسيا ويضيف أنه بعد ثلاثين عاما من سقوط جدار برلين الذي سرع انهيار الاتحاد السيوفيتي يحتفل الأوروبيون بذكرى هذا الحدث التاريخي وهم يدركون أنه لم يقضي على قدرة الكريملين في التأثير السلبي على حياتهم ويرى الكاتب أن العلاقات بين روسيا والغرب لم تعد بالعدائية التي كانت عليها خلال الحرب الباردة ولكنها ليست أحسن بكثير مثل ما أشار إليه ميخايل بوغراتشوف الذي سقط جدار برلين في عهده في تصريح البي بي سي هذا الأسبوع إذ قال إن الحرب هدأت ولكنها لا تزال حربا وقد حذر ويرتشوف تحديدا من سباق جديد نحو التسلح بين روسيا والغرب وقد تهدد الكوكب كله داعيا إلى تدمير الأسلحة النووية من أجل حماية أنفسنا وحماية الأرض ويقول التقرير أن ويرتشوف تردد في تحديد من المسؤول عن هذا التوتر ربما لأنه لا يريد أن يغضب فلاديمير بوتين الذي أثار أزمة بسبب إصراره على تطوير جيل جديد من الصواريخ الباليسية عن تشويه نخب الحكم العربية للمواطنين المحتجين تحت هذا العنوان كتب أمرو حمزاوي مقاله المشهور في صحيفة القدس العربية في إلساقها المصطلحات مثل أهل الشر ودعاة الفوضى والتخريب والعملاء بالمواطنين المحتجين على الفقر والفساد والاستبداد والمطالبين من الساحات العامة بالتغيير السلمي لا تأتي نخب الحكم في بلاد العرب فعلا لم تسبقها إليه غيرها من النخب السلطوية والطائفية فالسعي الدؤو إلى نزع المصداقية السياسية وشرعية الفعل عن معارضها يمثل طبعا رئيسا من طبائع المستبدين شأنه في ذلك شأن التشويه الأخلاقي الممنهج للمحتجين بإطلاق اتهامات الفجر والفسوق والانحلال باتجاههم كان اليهود الألمان والأوروبيون هم أهل الشر الذين وصمتهم النازية بالتدني وفيما بعد استنسخ نهج النازية العديد من نظم الحكم الفاشية والمستبدى والسلطوية التي بحثت عن أهل الشر ودعاة الفوضى الذين يتهمون دوما بالخيانة والتأمر وتعطيل المسيرة وفي السياقين الداخلي والخارجي تجاوز تعريف ووصم أهل الشر ودعاة الفوضى الصفات والسلوكيات المرفوضة شعبيا إلى الخصائص الفيسولوجية المكرهة شعبيا وإذا كانت نخب الحكم في بلاد العرب تواصل منذ بدأة الانتفاضات الديمقراطية في 2011 استخدام المصطلحات ذاتها وتطورط في التشويه الأخلاقي للمعارضين باستدعاء خليط من الصور والمقولات الذكورية المتهافتة النساء المحتجات كغاويات وخارجات عن حضائر العفة والشرف والرجال المحتجون في مقابل فحولة رجال الحكم وملوك الطوائف وتسعى لإخافة الناس من مواصلة الاحتجاج وتريد منهم الاعتذار عن طلب التغيير فهي هنا لا تعبر سوى عن طبع ثابت من طبائع نظم الاستبداد والحكومات السلطوية في تقرير نشرته صحيفة تايمز يقول كاتبه أن القوات الغربية لا يمكنها أبداً أن تنسحباً من الشرق الأوسط مهما قال زعماء الدول الغربية ويذكر الكاتب أن تصويت البرلمان البريطاني ضد التدخل في سوريا عام 2013 كانت بمثابة إهانة لرئيس الوزراء وقتها ديفيد كاميرون ووزير خارجيته ويليام هينغ لكن التصويت لاقى سنداً شعبياً واسعاً في البلاد وبعد ستة عوام فوجئ النواب والشارع بطائرات القوات الملكية البريطانية تشن حملات جوية في سوريا وبالجنود البريطانيين يجبون الأراضي السورية الحرب لن تنتهي يقول التقرير حتى بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دولاند ترامب سحب قواته من سوريا ويضيف ربما شعر الناس بالمفاجأة ولكن لا ينبغي لهم ذلك لأنه أمر يتكرر بالسمرار فقد أعلن كاميرون في عام 2014 أنه لا عودة إلى أفغانستان بعد 13 عاماً من تدخل القوات البريطانية هناك ولكن في يونيو حزيران من العام الماضي كتبت التايمز أن المسؤولين الأفغان يطلبون مساعدة القوات البريطانية ولم ينضي شهر على ذلك حتى عاد نحو 400 جندي بريطاني إلى هنا ولكن التاريخ يعلمنا أن المسألة ليست بهذه السهولة فقد حاول الرئيس السابق باراك أوباما خلال الثماني سنوات الوفاء بوعده بإخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط ورفض أن يقصف سوريا خلافاً لموقف بعض مستشاريه ورفض دعم حلفاء الولايات المتحدة مثل الرئيس المصري حسني مبارك عندما ثار ضده شعبه رفض ممثل بريطاني مشهور مصافحة وزير الخزانة ساجد جاويد في بلاده مما أثار انتخادات كبيرة في الصحافة البريطانية ولكن لماذا رفض الممثل مصافحة الوزير نطالع من البي بي سي جدل بعد رفض نجم هولي يود هيوي جرانت مصافحة وزير المالية البريطاني وقالت البي بي سي رفض الممثل البريطاني هيوي جرانت انتقادات وجهت له بعد رفضه مصافحة وزير الخزانة البريطاني خلال العرض الافتتاحي لأحد الأفلام وقال الوزير أنه مد يده لمصافحة نجم هولي يود وقال له جميل أن ألتقي بك لكن جرانت رفض مد يده ومصافحتي أعتقد أن هذا تصرف غير مهذب إطلاقا وغرّد جرانت على موقع تويتر قائلا أما روايتي للقصة فهي رفضت المصافحة لأني شعرت أن جاويد تعامل باستخفاف مع ضحايا فضيحة التنصط عندما كان وزيرا للثقافة وكان جرانت البالغ من العمر 59 عاما أحد أبرز الأصوات الفاعلة في الحملة المنادية بقواعد أكثر سرامة لتنظيم الصحافة بعد أن كان أحد ضحايا فضيحة التنصط على الهواتف وقال جرانت أن ما قلته بالحرف الواحد للوزير هو إذا كنت لا تمانع فأنا لن أصافحك لأنك كنت مستخفا بضحايا سوء معاملة الصحافة عندما قابلتهم كوزير للثقافة عالم بلا وجهة واضحة تحت هذا العنوان كتب إبراهيم غرايبة مقاله المنشور في صحيفة الغد لا تكاد تظهر الأحداث والصراعات الكبرى والعنيفة في العراق ولبنان وسوريا أطرافا وأهدافا واضحة للصراع ويمتد الغموض أيضا إلى الأحداث والاحتجاجات السلمية حول العالم فليس ثمة أسباب أو مقدمات وتفاعلات واضحة ومنطقية تفسر ما يحدث أو تجعله متوقعا فالعالم يبدو بلا قيادة واضحة كما كان شأنه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تفردت بقيادة العالم تنسحب من التزاماتها بل إنها تتحول بقيادة ترامب إلى دولة خارجة على السياق والإجماع العالمي وبريطانيا التي أرادت الخروج من الاتحاد الأوروبي عالقت في الوسط وأوروبا تنسحب أو تنكفئ وروسيا عاجزة والصين والهند برغم نهضتهم الاقتصادية لا يمثلان بعد قوة وتأثيرا سياسيين في العالم وفي الشرق الأوسط تبدو الدول الإقليمية المؤثرة إقليميا مثل إيران وتركيا تواجه برغم دورها وتدخلاتها الإقليمية التهديدة والمخاوف الذين يعصفان بدول المنطقة هذا العجز الذي يتساوى فيه الكبار والصغار يجعلهم أيضا الكبار والصغار في حالة متساوية أو متكافئة في إدارة وتسيير الأحداث والصراعات ولم تعد ساحات الصراع القائمة بقبضة الأقوية كما في الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا لكن تحركها جهات فاعلة لا هوية لها يقول أستاذ العلاقات الدولية في باريس برتران أبادي تتشكل اليوم ظاهرة مهمة في التوازن وهي قوة الضعف فالعالم بدأ يعتمد مع صعود العالمة على توازن هاش للأوضاع الاجتماعية وكأن فائد العجز يتحول إلى خطر يهدد استقرار الجميع ونلاحظ اليوم في ظل العالمة كيف تصعد قوى مؤثرة تتحدى سيادة الدول وقوتها الصلبة مثل القرصنة والتهريب والتزوير والعنف الداخلي والنزعة الاستقلالية والهوية الفرعية الحال أن الصراع يتحول إلى اجتماعيا أكثر مما هو سياسي ويتدخل الصراع بالنسيج الاجتماعي وبطبيعة الحال فإن علم الاجتماع صار يشارك علم السياسة في الفهم والتحليل وفي أحيان يحل محله وكان المطلوب إلحاق الهزيمة بالعدو لكن العدو اليوم يبدو متناثرا وغير ثابت وأحيانا لا يمكن أو يصعب التعرف عليه صور منوعة التقطتها عدسات محترفي صحيفة تدريل تلكراف نشاهدها في جولتنا المصورة لهذا اليوم نتعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعض رسومات تجمل ما يقال في صفحات رسوم الكاريكاتير فن احترفه القليل ليوصل لنا الكثير نتعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر